السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحاضرة السابعة من التعليم الالكتروني للمرحلة الاولى برمجة الحاسوب واحد قسم هندسة تقنيات الحاسوب كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة المحاضرة الفاتت شرحنا على الفيلس السيمبل الفيلس وبعدها انتقلنا الى نيستد الفيلس لنتكون عندي الفيلس متداخلة اكثر من الفيلس وانطيتكم مثال كان المطلوب منعدكم الحل او التمرس عليه والمثال مثل ما موجود قدامكم انه يريد من عندي ادخل الفد رقم معين وبنتيجة النهائية اطبع اليوم اللي قابله فاذا تنتبهون على هذا البرنامج اللي موجود قدامكم انه عرفنا متغير اسمه دي وهذا الدي من نوع انتجر وراها سوينا سي ان للدي عملية ادخال فاذا ادخل رقم واحد او اثنين او ثلاثة الى سبعة واكثر من سبعة وراها جينا بالف استخدمنا الشرط مالكنا قلنا على الفد يساوينا واحد اذا ساوينا سي اوت سندي يعني بده من السندي زيان اهنان اكفت شغله هذا يعتبر شكل المساواة فهذا اذا ادخلنا رقم واحد نقلم فهذا الدي جوية قيمته واحد هل الواحد يساوينا الواحد تروب مش راح اطبع عنا راح اطبع عنا سندي وبالنتيجة النهائية بما انه اللقي الشي اللي يريده فراح ينفذ هذا السطر ويحمل بقية الاسطر واضح زيان بالنسبة الشرط الثاني كتبت اذا الدي يساوينا اثنين مش راح اطبع عنا مون دي دي اذا ساواننا ثلاثة راح اطبع عنا تيوز دي دي يساوينا اربعة يطبع عنا ونس دي دي يساوينا خمسة يطبع عنا فارس دي الى اخره اخر شي اذا تذكرون قلت لكم عدد الاف لازم يكون مساوي لعدد الالس وبالنتيجة النهائية انه دائما اخر اف تكون بيها الالس وهذه الالس اخلي بيها اي جملة ادل على الارر فهنا المكتب انفلط دي نمبر يعني في حال اذا الشخص ادخل رقم ثمانية او تسعة وعشرة فالمفروض اي اي اطبع عنا احنا ادخل شهدنا رقم سبعة اللي اطبع عنا ساتر دي فهذا ادخل رقم ثمانية وصعودا فيطبع عنا انفلط دي نمبر فهذا على سبيل المثال او على سبيل التجربة خلنا نقول ادخلنا رقم ثلاثة راح يجي هل الدي اللي قيمتها ثلاثة ساوينا واحد فولس اذا ما ينفذ هذا الصدر وراه هل الدي يساوينا اثنيا ادي قيمته ثلاثة هل الدي ساوينا ثلاثة ساوينا ثلاثة فورس اذا ما ينفذ هذا الصدر وراه هل الدي اللي هي ثلاثة يساوينا ثلاثة true بما انه true راح ينفذ هذا الصدر شرح يتبع عنا تيوزدي ويحمل البقية وهكذا اذا ادخلنا رقم اخر طبعا اكفة شغلة كلش مهمة انه احنا قلنا نهاية الكوندشن مثل ما دي شوفون هذه الـ دائما يكون بيها شرط اف ينقاو سينا ادي يساوينا واحد نهاية ما تكون اكفة رزا مقودة فالمفروض هذا الصدر ينكتب جواها واذا ينكتب بصفها ماكوية مشكلة يعني بس مجرد للإضاحة زيان هسه اكفة نقطة كلش مهمة انه الـ تستخدم في موضوع المقارنات اذا كانت عندي المقارنات التالية يعني كلش مهمة تتركزولي على هذه النقطة اذا كانت مساواة مثل اللي موجودة قدامكم او اذا كانت لا مساواة هاي صارت شغلتين الشغلة الثالثة اذا كانت اكبر او اصغر هاي اربع شغلات واذا كانت اكبر او يساوي اصغر او يساوي ذني ست شغلات اقدر استخدمها في موضوع المقارنات يعني اقدر استخدمها في موضوع الـ كنا نقدر نستخدم شيء اخر غير الـ اللي هي تعتبر برغم الموضوع تستخدم المسطح أن نستخدم المسطح وقوم بتنقية أمام المسطح قبل المعادلة الرياضية سألقاء في مراحل الإجابة لإستخدى مهل إلعابه هذا البرنامج قيمة Z بالاعتماد على المعادلة التالية المعادلة شو تقول؟ تقول Z يساوي لي عندي ثلاث حالات الحالة الأولى X زائد 5 الحالة الثانية Cos X زائد 4 الحالة الأخيرة جذر X زيان أقفة شغلة كلش مهمة إنه قد نخلى محددات إذا X أصغر من 0 وإذا X يساوي لنا 0 وإذا X أكبر من 0 هنا بما أنه عندي محددات فراح تكون عندي نقطة كلش مهمة إنه أنا مطلوب من عندي أدخل قيمة للX فإذا أدخلت قيمة للX أصغر من 0 فمعناها رح ينفذ ناتج أفواً ننفذلنا ناتج المعادلة الأولى اللي هي X زائد 5 ويلضيها للZ وإذا أدخلنا قيمة للX صفر فمعناها رح ينفذ لي هذه المعادلة وإذا أدخلنا قيمة للX أكبر من صفر فراح ينفذ لي هذه المعادلة الأخيرة فبالنتيجة النهائية إنه رح ينفذ لي واحدة من هذه المعادلات بالاعتماد على قيمة الأكسل اللي أنا أدخلتها بس إحنا إما نجي نسوي برنامج لازم نخلي كل الاعتبارات اللي موجودة سينا خلي نأخذ هذا البرنامج البرنامج كاوبي بيست ونروح إلى برنامج البورلاند البرنامج البورلاند مثل ما اللي تشوفون قدامكم أجي أفتح نافذة جديدة هذه المعادلة أكتب بيها الكود الخاص include iostream .h الحالة الثانية include المكتبة الثانية اللي قلنا نحتاجها include math.h وشغلة كلش مهمة إذا نرجع للسؤال بالسؤال عندنا إذا أنت تكون بالمعادلة cos فبما أنها عندي cos تعتبر عملية رياضية من المعقدات اللي هي مو العملية الأساسية اللي هي الجمع والضرب والطرف والقسمة لهذا راح أحتاج إلى المكتبة الثالثة اللي هي مكتبة math فإنكتب include include math.h المكاتب الثانية تحاجة الثانية هس هنجي أهم شغلة عندي دالة main اللي يكون بالبداعية لازم نكتب بالنا الكلمة void void main وهكذا راح يكون have again وهنا راح يكون عندي الكود اليوكوب لشاشة المخرجات هذا الكود اليه أحتاجه نحن نغذي الكود copywist نتخلي copywist زيانا الجينا سو هنا أول شغلة عرفنا متغيرات الاول قلنا انتجر Z الثاني X اهم نقطة بالموضوع انه Z عرضناه هنا كابتال لتر هذا كابتال لتر هذا كابتال لتر مو مشكلة تديك عرضها كابتال لتر كابتال لتر وراها سوينا خلي العفاة تصدرها الثاني خلينا رح لصدر الثالث سوينا عملية ادخال لل X ادخال قيمة لل X فام ما دخلها اصغر من الصفر او مساوية الصفر او اكبر من الصفر وحن اتفقنا على ذات شغلة دائما لازم تكون عملية الادخال CM قبلها COUT بس مجرد للايضاح فخلينا قبلها COUT كتبنا ENTER XVALUE يعني دخل اي قيمة لل X وخلينا هنانا SLASH N احنا قلنا في المحاضرات السابقة اذا اريد انزل سطر اما استخدم ANDL او استخدم SLASH N راح امسحها ال SLASH N واجهة ال ANDL امسح الفارزة المنقوطة اخلي تو اوبراتر ANDL هسه راح ينزل نسطر ما تريد ال ANDL رجح الفارزة المنقوطة وهنا اكتب SLASH N بس ال SLASH N لازم تكون باندبا كوتيشن فبما انه هذه الجملة باندبا كوتيشن خلي توي على SLASH N هسه الشغلة الثانيقية ما سوين هنه عملية ادخال خلينا نزل شوية سطر هاي الأسطر الثلاثة تعتبر عملية ال INPUT كملنا ال INPUT وراها راح نجي ننفذ الحالة الاولى اذا تنتبهون على فاتشغلة قاني كم شرط عندي عندي تلس شروط اما قيمة ال X اصغر من صفر او يساوي صفر او اكبر من صفر فهنانا ما راح نستخدم السيمبل F ELSE راح نستخدم ما شو راح نسوي راح نقول له بالحالة الاولى F اذا كانت ال X قيمتها اصغر من صفر فنفذلي المعادلة الاولى نحلي نرجع شوفوا هذا الشرط شو نخلينا اذا كانت ال X اصغر من صفر فنفذلي المعادلة الاولى اللي هي X زائد خمسة فاجأ القتلة اذا ال X اصغر من الصفر فنفذلي هذه المعادلة اللي هي X زائد خمسة وين نخليها؟ نخليها بال Z اذا تذكرون قلنا هاي assignment اصنات قيمة معناها الطرف الايمن راح يضي قيمتها للطرف الايسر فبالنتيجة النهائية X زائد خمسة وراح نخليها؟ راح نخليها بال Z كل F لازم يكون بها ELSE فاذا تشوفون احنا ال ELSE مالتها؟ هسا كملنا الشرط الاول نجي للشرط الثاني اللي هو ورا ما تنتهي ال ELSE اكتب ال F حجينا عليها المعادلة على الفاتذة بالشرط الثاني ايش كتبنا؟ اذا ال X يساوي لصفر خلينا نروح للمثال الحالة الثانية اذا ال X يساوي لصفر فينفذلي هذه المعادلة هذه المعادلة اذا ال X يساوي لصفر فهذه المعادلة اللي هو كوساين ال X زاد 4 ونخليها بال Z فهسا اذا قيمة ال X أظهر من الصفر ينفذلي هذه المعادلة ويخلي الناتج بال Z واذا كانت قيمة ال X يساوي لصفر فينفذلي هذه المعادلة ويخلي الناتج بال Z ال ELSE الأخيرة راح نخلي بيها الحالة المتبقية يعني قصدي الحالة المتبقية ما يحتاج لها دائماً ان يكون بها شرط انتبهوا يا شاء الله كلش مهمة دائماً الشرط يكون فقط بال F ال ELSE ما بها شرط نانا F اقوراها شرط نانا F اقوراها شرط واذا شوفوني هنا ال ELSE ما اقوراها شرط وهنا ال ELSE هم اقوراها شرط هس راح تقولي الحالة الأخيرة ليش مخليتها بشرط اللي هو الشرط الموجود قدامنا هلنشوفه اللي هو ال X أكبر من الصفر المثال كالتالي يعني هسة اوني مثلاً خلي نقول اريد اطلع الطريق لو اطلع يمنى لو يسرع فمثلاً اقولك اريد اطلع يسرع اشرا تقولي راح تقولي الطريق مزدود فاورا دي ورا هروحة راح بالطريق اليمنى فما يحتاج لها انه اعادة السؤال مرة اخرى فلهذا السبب انه دائماً ان تكون عندي مثلاً او على سبيل المثال يعني احنا المثال اللي اخذناه اول مثال في موضوع ال F ELSE قلنا اذا درجة الطالب اكبر من 50 فاطبع BAS ELSE اطبع FIEL يعني بال ELSE ما احتاج انه انه نقول يابا اذا الدرجة اصغر او اكبر لان هو يعتبر المتبقي يعني مثلاً انا ما نقول اذا ال X اكبر من 50 اطبع لنا FIEL ما يحتاج انه نقول بال ELSE اذا ال X اصغر من 50 اطبع لنا FIEL هو اردي اذا اكبر من 50 راح اطبع BAS وذا مو اكبر معناها يروح للحالة الثانية المتبقية اللي هي ال ELSE سيحب معنا FIEL ولهذا السبب انه دائماً اخر حالة ما يحتاج اخليها BCONDITION زياد بال ELSE اش خلينا خلينا نرجع للسؤال ايش دا يقول تحت الجذر X تحت الجذر شو نكتبها فدات بجقول لجا دول ما الوحدة الرابعة نكتبها SQRT بقوسيا ال X وانو نخليها نخليها بال Z فهذا بالحالة كالتالي لو ينفذ الحالة الاولى لو ينفذ الحالة الثانية لو يروح already للحالة الاخيرة بكل الحالات لو يخلي الناتج هنا بال Z لو نناتج هنا بالZ واناتج هنا بالZ يعني هذي الحالة الثلاثة دائماً ينفذ لوحدة واذا انتبه على فد نقطة انو هنو عندي F عددها ثمين اذا عندي ELSE عددها ثمين فاذا نفذ الحالة الاولى او نفذ الحالة الثانية oh царثة فبالنتيجة النهائي اجي اخلي جملة طباعية اخيرة طبعا او قبل الجملة الطباعية هذه الحالة تعتبر البروسيسنج الشغل المنتي ورا ما اكمل البروسيسنج راح نجي للحالة الاخيرة اللي هي الطباعة راح اجي اقول له زت اس او بس زت ماكو اي مشكلة بس زت بس اذا تدبون عرفت شغلة انا نخليها بان دبل كوتيشن وهنان الزت بدون دبل كوتيشن البيان دبل كوتيشن معناها راح اطبع لي نفس الشكل مالتها اما ال بدون دبل كوتيشن فراح اطبع لي القيمة مالتها هسا خلي النفذ ونشوف البرنامج مالتنا يشتغل او لا او نشيك انو عندنا اخطاء او ما عندنا التفتسعة ما عندي اي خطأ وراها ادوس كنترول افتسعة نفذ عندي هسا البرنامج نتضر شاشة المقرجات دي يقول لي انتر اكس فاليو اللي يعني كاتبها النفسي بالسيئات الاولى هسا خلي نقول القيمة اللي اردى داخلها صفر مثلا اردى اجربها سواء صفر ادوس صفر وراها انتر مش طبع لي طبع لي زت ساوي لخمسة اذا نفذ لهذه الحالة اللي تشوفها بدأ بكون اذا كانت الاكس ساوي لي اصفر فجمع كوسين الاكس وهي اربعة خلي نفذ مرة ثانية وندخل قيمة الاكس اكبر من صفر اللي خلي نقول مثلا اربعة وندوس انتر فطبع لي زت ساوي لاثنين لان الحالة الثانية اما راح يروح راح يروح للمتبقي اللي هو سكورت في الاكس فرايح اقب تحت الجذر الاربعة فيطلع لاثنين اروح للحالة الاولى هسا في حال اذا كانت الاكس اصغر والصفر خلي ندخل مثلا سالب واحد انتر طبع لي اربعة وفق المعادلة الاولى اللي هي اكس قيمته سالب واحد زائد خمسة فموجب وسالب فراح ياخد اشارة الاكبر اضافة الى فرق طرح بطبع لي اربعة المحاضرة اللي بعدها راح اشرح لكم لسويتش اشتركوا في القناة